أهلاً بكم بعد اعتراف ثلاث أعضاء في التكتل بدولة فلسطين كشف الاتحاد الأوروبي عن عزم دول أخرى اتخاذ خطوة مشابهة مشيراً إلى انقسام الأعضاء حول الاعتراف في هذه المرحلة أو التريث وحسب منشور للاتحاد فإن اختلاف دوله حول توقيت إعلان الاعتراف بدولة فلسطين نظراً لأن بعضها يفضل أن يكون جزءاً من عملية سياسية أوسع أجمعت الدول الأوروبية على حل الدولتين مع دعمها لأي خطوات ومبادرات تصب في إنجاز هذا المسار للحل أما عن شكل الدولة الفلسطينية فقد رفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع أن تكون حركة حماس جزءاً من مستقبلها مؤكداً مواصلة دعمه للسلطة الفلسطينية وبعد اعتراف أسبانيا بدولة فلسطين أفادت مصادر أن مملكة أسبانيا لن تفتح سفارتها أو سفارة لها في رام الله مقر السلطة الفلسطينية بل ستكلف القنصل العام في القدس بتمثيلها لدى الحكومة الفلسطينية وقالت المصادر التي تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط إن مدريد تفضل أن تكون بعثتها دبلوماسية في القدس الشرقية أسوة بالسويد وتماشياً مع من سبقها من المجتمع الدولي وتنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية في حين تعارض الولايات المتحدة الرغبة الدولية بالاعتراف بفلسطين حيث علق مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سليفان قائلاً أن الاعتراف يكون عبر المنفوضات وليس الإجراءات الوحادية حجرنا في مياه المجتمع الدولي الراكدة اعتراف أوروبي ثلاثي بدولة فلسطين المستقلة والولايات المتحدة تعتبره قراراً فردياً يخص كل دولة فيما يشير على أن هذا الاتراف سيكون له ما بعده في الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها الوحشية على غزة والاتجاه إلى التفاوض من أجل مسار السلام الشامل وفق حل الدولتين فكيف يمكن استثمار هذه الخطوة والبناء عليها نتاب وحتى في أقسى حالات الوجع يأتي الانتصار يسكن آلام الموجوعين والمفجوعين ويربط على أكتاف الراحلين أن قد كفيتم عبء المضي قدماً ودماؤكم لم تذهب سدى الدماء البرية التي دعت سفينة الحق الأزلي للحلم الأبدي للأبحار نحو بحر لم تهدأ أمواجه المتلاطمة منذ خمسة وسبعين عاماً سرقت فيها الأرض فنادى الفلسطيني في الظلمات أما آن لهذا الليل الطويل أن ينجلي بأبعاد مختلفة وأحجار متينة والعرب خلف قبطان الرحلة الطويلة يدفعون ويضغطون من أجل حلم فلسطين الخبر العاجل إسبانيا والنرويج وأيرلندا يعترفون سوياً بالدولة الفلسطينية المستقلة ثلاث دول أوروبية توجه لكمات دبلوماسية في وجه إسرائيل وثلاث رسائل مصدرها الوجع الفلسطيني المصدر إلى العالم بالجملة رسائل كان وقها شديد على إسرائيل الغاضبة لتنادي سفراءها بأن عودوا إلى تل أبيب اعتراف ضيق الحبل على عنق نتنياهو فلا حماس قضي عليها ولا رفح استطاع اجتياحها ولا محتجزين عادوا إلى ذويهم وقبل ذلك كله محكمة الجنايات الدولية تبحث عن من يأتيها بنتنياهو مقيداً بأمر مذكرة اعتقاله ورغم معادلة الفشل والحصار الدبلوماسي والشعبي تهدد إسرائيل وتتوعد بأنها لن تتهاون مع أولئك الذين يقوضون سياستها ويعرضون أمنها للخطر الاعترافات الأوروبية يبدو أنها البداية فقط فبوريل حمل راية تغيير قواعد استمرت لأكثر من سبعة عقود لخلق موقف مشترك لأعضاء اتحاده السبعة والعشرين للاعتراف بفلسطين فيما تأتي واشنطن متفحصة المشهد لتقول إن العالم أسرع في خطوته للاعتراف بالدولة الفلسطينية لذا فإن المفاوضات المباشرة بين أصحاب الدم والقاتل قد وجبت ليقف العرب قاطبة الآن بثقة على مشارف تحقيق الحلم الكبير فلسطين أرض ودولة وشعب عبدالله الرئيس لقناة الإخبارية نضم لنا في الستوديو عضو مجلس الشورى دكتور إبراهيم النحاس دكتور إبراهيم أهلا بك شكرا لحضورك معنا في الستوديو بداية هذه الخطوة الأوروبية ثلاث دول خطوة ثلاثية من ثلاث دول توقعات الدين مركع لأنها ربما يوم الثلاثاء المقبل تعلين اعتراف كذلك بدولة فلسطين المستقلة ما الذي تمثل هذه الخطوة بداية دكتور؟ خطوة غاية في الأهمية تمثل النجاح الكبير الذي حققته القضية الفلسطينية كقضية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي استطاعت عبر جهودها العظيمة أن توصل الرسالة الفلسطينية للمجتمع الدولي أن توصل الحقوق الفلسطينية أيضا أمام المجتمع الدولي أن تقنع الدول الأخرى بعلاقاتها المتميزة معها بأهمية دعم الحقوق الفلسطينية دعم القرارة الدولية والذهاب بها بعيدا لأن تعترف الدولة الفلسطينية نجاح كبير للمملكة العربية السعودية التي اقترحت بمدرة السلامة العربية وأنها يجب أن تكون هناك حل للدولتين فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية اعتراف هذه الدول يمثل المجموع لهذا التأييد الكامل للقرارات التي اتخذت في مراحل معينة وفي المجموع دعني أقول أنه أيضا ما أشير إليه دائما بجهود المملكة السعودية في القمة الأخيرة قمة العربية الإسلامية التي عقدت وتشكيل لجنة الوزارية أنها عملت نجاحات كبيرة جدا برئاسة المملكة السعودية الذي مثلها وزير الخارجيتها أن استطاعت أيضا نقنع هذه الدول وبالتالي نحن نتحدث عن نجاحات كبيرة جدا بعد أعوام وعوام من المجاهدة في إيصال هذه الرسالة للمجتمع الدولي أن نصل لأن تعترف دول أوروبية رئيسية لم تكن تنظر للقضية الفلسطينية في يوم من الأيام هذه النظرة الإنسانية وهذه النظرة الحقوقية أن تعترف هذه الدول الرئيسية هذا يعتبر نجاح كبير جدا دعني أقول ونجاح دبلوماسي عظيم جدا للسياسة العربية والسياسة السعودية تحديدا وأيضا لأبناء الدولة الفلسطينية أنهم أيضا استطاعوا أن يقنع المجتمع الدولي بذلك ولكن نحن نتحدث عن نجاحات عظيمة تشكر عليها هذه النجاحات دكتور إلى أي مدى هي نتاج أيضا تركيز سعودي كبير خلال الأشهر الماضية يعني رأينا مسؤولين كبار من عدة دول من الولايات المتحدة وغيرها أتوا إلى السعودية استخبالهم للعهد المحادثات كانت تصب حول فلسطين القضية الفلسطينية إضافة إلى جهود اللجنة الوزرية ووزير الخارجية الأمير فاسر وفرحان وغيرها من الجهود السعودية السعودية استضافت مؤتمرات وقمم خصصة في مجملها للحديث عن هذه القضية التركيز على القضية الفلسطينية وليس فقط على حل مؤقت في غزة إلى أي مدى بدأ يؤتي ثماره ثمار نعم المملكة العربية السعودية منذ أحد الملك المؤسس عبد العزيز رحمة الله عليه وضع القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي وفي أول لقاء له مع الرئيس روزفيلت وضع القضية الفلسطينية محور أول في محادثاته والاعتراف بأن تكون دولة مستقلة بالحقوق الفلسطينية وبرفض الهجرة اليهودية وبرفض إقامة دولة إسرائيلية على أراضي التاريخية لفلسطين امتدت هذه الجهود السعودية منذ ذلك الوقت وبني عليها إلى أن وصلنا إلى هذا العهد الزاهر تحت حكم مولاي خادم الحرم الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمه سيدي ولي العهد وأول قمة استضفتها المملكة السعودية في أحد مولاي خادم الحرم الشريفين كسميت بقمة القدس وكان هناك دعم عظيم جدا لهذه القضية واستمرت هذه الجهود حتى وصلنا كمتفضلتهم لهذا اليوم عندما يأتي قادة العالم ويأتي المسؤولين الأمريكيين للمركبة السعودية يسمعون هذه اللغة أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبأن جميع القضايا في المنطقة سوف تحل إذا حلت هذه القضية لأنها سوف تنهي جميع النزاعات وجميع الخلافات وبأنه لن يكون هناك سلام دائم إلا إن تحققت هذه القضية لأنه لا يمكن المركبة السعودية أن تذهب بعيدا عن دعم القضية الفلسطينية وحقوقها وبالتالي المركبة السعودية ترفع دائما رأية القضية الفلسطينية وهذه الرأية ليست فقط بالأقوال وإنما بالأفعال سواء بالدعم السياسي بالدعم المالي بالدعم اللوجستي بالدعم الغذائي باستضافة أبناء الدولة الفلسطينية باستضافة القمم العربية والإسلامية وبالتالي جهود عظيمة جدا تكللت هذه الجهود السعودية بهذه النشاطات الدولية والدبلوماسية بالاعتراف بدولة الفلسطينية طيب أستاذ أنك تكتور سنعود لمواصلة الحوار حول هذا الموضوع لكن على الآن نتخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث ينضم معنا مندوب فرسطين لدى الأمم المتحدة سفير رياض منصور أهلا بك سعادة السفير معنا في هنا الرياض عبر قناة الإخبارية بداية كيف رأيتم ردود الأفعال في أروقة الأمم المتحدة حول هذه الرغبة الدولية التي بدأت تشكل زخم كبير بعد الإعلان الثلاثي أمس بالاعتراف بدولات فرسطين المستقلة أولا شكرا على استضافة الأجواء في الأمم المتحدة يعني أجواء تصل الآن إلى الاقتراب من نقطة الحسم في الدعم والإسناد والتضامن مع الشعب الفلسطيني وخاصة بعد الكارثة التي أحلت به منذ حوالي ثمانة شهور خاصة في قطاع غزة الغالي ولذلك بدأت مؤخرا موجات من الاعترافات للتضامن مع الشعب الفلسطيني سواء من دول الكاريبي حيث أنه اعترفت أربعة دول في بداية هذا الشهر ثم كان هناك جهدا متواصلا على مستويات عديدة بما فيها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي يقودها سمو الأمير فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية في التأثير على مجموعة من الدول الأوروبية التي وصلت في نهاية المطاف إلى الإقرار بالحق الطبيعي والقانوني لدولة فلسطين ليعترف بها كدولة ومن ثم أن تدخل العضوية الكاملة للأمم المتحدة فخبر البارحة من ثلاثة دول مهمة طيب هذه الاعترافات سيتلوها اعترافات من أخرى سعادة السفير هذه الاعترافات التي وصفتها بالمهمة وهي أحادية بكل تأكيد لكن إلى أي مدى هي ترغط أيضا على الأمم المتحدة أولا كل الاعترافات في تاريخ كل الدول بما فيها الدولة الإسرائيلية هي اعترافات أحادية تعبر فيها الدول عن قرارها السيادي ما إذا ما ستعترف بدولة أخرى أم لا لا يمكن أن توصف إلا بهذا الوصف وهذا هو الشكل الطبيعي لها في الأمم المتحدة ذهبنا إلى مجلس الأمن في لحظة مناسبة أفوا أقصد مجلس الأمن تحديدا كل ذهبنا إلى مجلس الأمن ذهبنا أولا ذهبنا إلى مجلس الأمن حصلنا على 12 صوت عطلنا بالبيتو ذهبنا للجمعية العامة أخذنا 143 صوتا مقابل 9 ولكن في قرار للجمعية العامة هناك عناصر في غاية الأهمية أولا أقرت الجمعية العامة بأنها دولة فلسطين تستوفي كافة الشروط وفق المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تعني من ضمن عدة مسائل أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام وبناء على ذلك طالبت الجمعية العامة مجلس الأمن إعادة النظر في موقفه إزاءة التوصية التي يجب أن يقدم عليها دون ما يكون هناك فيتو من قبل مجلس الأمن للجمعية العامة وأعطت الجمعية العامة مزيدا من الصلاحيات والامتيازات لدولة فلسطين تقربها أكثر وأكثر من العضوية الكاملة للأمم المتحدة كل هذا المناخ الآن يساعدنا في تسريع عملية الاعترافات الثنائية من قبل الدول التي أشرت إليها ودول أخرى ستلتحق بها من أوروبا ونحن نركز كذلك على الدول الأربعة التي صوتت من ضمن المئة أو ثلاثة وأربعين دولة في الجمعية العامة وهنا أشير إلى نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية التي نبذل جهدا وأعرف أن مستويات وزارية عليا تبذل جهودا معهم ومع دول أوروبية أخرى كي نعظم من هذه الموجات السياسية لنزيد الضغط على المعطل في مجلس الأمن كي يزيح تعطيله ومن ثم تحظى دولة فلسطين بالعضوية الكاملة هل تتوقعون اعترافا أيضا أخر في الأيام القادمة اعتراف من دول أخرى؟ نعم 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 هذه الاعترافات البارحة الثلاثة الدول والتي ستدخل التنفيذ في 28 من الشهر الحالي والتي في اليوم الذي يليه في 29 آيار ستتوجه اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بقيادة سمو الأمير فرحان إلى إسبانيا لتحيي معهم الفعالية هناك وكي يمكن أن تحضر دول أوروبية أخرى نسعى إلى أن تلتحق لاحقا من ضمنها سلوفينيا وربما البرتغال وربما بلجيكا ولوكسنبورغ تفتح الأبواب إلى موجات أخرى قد توصلنا نأمل قريبا إلى فرنسا ودول أخرى بحيث يزداد إكمال الطوق الطوق العزلة على سلطة الاحتلال الإسرائيلي المتغطرسة والمتمردة على القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي وصولا إلى إقناع الولايات المتحدة كي تزيح الفيتو من عضويتنا ومن ثم تفتح المجال لأفق سياسي هائل يؤدي إلى تنفيذ مبادرة السلام العربية أي إنجاز حل الدولتين على الأرض بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا وعاصمة دولتنا القدف الشريف نعمل أن يتم ذلك لأسرع وقتنا إلى أن هذا الأمر وهذه الاعترافات المتتالية هي عامل مساعد في الضغط في مجلس الأمن الدولي لكن كيف يمكن استثمار اعتراف هذه الدول والأعترافات اللاحقة أيضا في زيارة الضغوط التأكيد على مشروعية قيام الدولة الفلسطينية سواء من قبلكم وأنتم في نيويورك أو من قبل أيضا الدول العربية أخرى نحن بالنسبة لنا في نيويورك نكاد نقترب من نقطة أن هناك شبه إجماع دولي على الاعتراف بدولة فلسطين الدول المعترفة فينا هي أكثر من الدول المعترفة بإسرائيل ولذلك مراكمة هذه الاعترافات ستوصلنا إلى لحظة باللغة الإنجليزية تسمى tipping point أي الوصول إلى القشة التي تقسم ظهر البعير بحيث أن إسرائيل تزداد عزلتها والضغط عليها والذين يحموها تصبح مكلفة لهم سياسيا أن يستمروا في حمايتها في مسائل غير منطقية وغير واقعية ومن ثم تقتنع الولايات المتحدة بأن تزيح الفيتو عن عضويتنا وهنا أريد أن أشير على أن كل دول العالم منذ بناء الأمم المتحدة حتى الآن التي حظيت بفيتو حول عضويتها سواء من الدول التي كانت تدعمها الاتحاد السوفيتي أو الدول التي كانت تدعمها الولايات المتحدة والتي عطلت عضويتها لفترة من الزمن بسبب الفيتو من هذا أو ذاك كلها دخلت أعضاء في الأمم المتحدة بما فيها كوريا الشمالية وغيرها من الدول المشابهة فأي منطق يوجد عند أي دولة بما فيها أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية بأي حق سيستمر في تعطيل دولة فلسطين من أخذ مكانها الطبيعي والعضوية الكاملة كما فعلت مع العديد من الدول التي استعملت الفيتو ضدهم ولكنها غيرت رأيها في فترة زمنية لاحقة وكل الدول التي عطلت وهي بالعشرات أكثر من سبعين دولة عطلت بالفيتو سواء من الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة هم أعضاء كاملية العضوية في الأمم المتحدة ولا تعترفوا على سبيل المثال الولايات المتحدة لا بكوريا الشمالية ولا بفيتنام وقصد ولا كوبا ولا دول شبيهة من هذا النوع ولا إيران فإذا هذه الدول التي لا تعترف بها وهي أعضاء في الأمم المتحدة نحن علاقتنا طيبة مع الولايات المتحدة ولذلك لا يوجد مبررات منطقية أن يستمروا في تعطيل حقنا في الحصول على العضوية الكاملة وأنا أراها قريبة ربما البعض يروها بعيدة ولكننا نراها قريبة قريبة بإذن الله طيب سؤال خير في متعلق بالخطوة الأسبانية أو القرار المنتظر الأسباني بافتتاح السفارة الأسبانية في القدس الشرقية بدلا من رمالة كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ نحن إذا فتحت في القدس الشرقية لدولة فلسطين القدس الشرقية هي أرض محتلة وهي جزء من أرض دولة فلسطين نحن نرحب بأن تفتح سفارات لنا وليست للطرف الآخر في القدس الشرقية المحتلة ونحن نعمل مع جواتيمالا ومع هندورس بهمة أشقائنا العرب جميعا وفي المقدمة المملكة العربية السعودية لإقناعهم ليعدلوا عن ما فعلوه بنقل السفارة إلى القدس لنقلها مرة أخرى لتعود إلى مكانها الطبيعي في تل أبيب نحن نرحب بذلك ونعمل من أجل ذلك وربما سنلتقي مع رئيس جواتيمالا في نيويورك نحن مجلس السفراء العرب في بدايات شهر ستة القادم لمحاولة إقناعهم لأن يلتزموا بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأن يعيدوا سفارتهم إلى تل أبيب لأنها غير قانونية في وجودها في القدس أنا أشكرك من نيويورك المندوبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة سفير رياض مصور شكرا جزيلا لك أعود إلى ضيفي في الستوديو دكتور إبراهيم النحس هذا الاحتلال المستمر لابناء الدولة الفلسطينية وأيضا أصبحت تخجل من عدم تنفيذ القرارات الدولية التي أقرها مجلس الأمن والجمعية العامة المتحدة وبالتالي تريد الخروج من هذه الأزمة الأخلاقية على أقل تقدير والمتعارضة تماما مع القانون الدولي وذلك نتوقع أن يكون هناك مزيد من الدول سوف تذهب بالاتجاهات الإيجابية وخاصة الدول الأوروبية التي لم تكن في يوم من الأيام تتطلع لأن تعترف دولة فلسطينية هذه خطوة غاية فيها الإيجابية وهذه ثمرة الجهود الدبلوماسية العظيمة والسياسية التي تبادلتها المملكة العربية السعودية مع الدول العربية الأخرى ولذلك عندما نؤكد على هذه المواقف السياسية المملكة السعودية نؤكد على أرض الواقع وبما يتشهد به أبناء الدولة الفلسطينية ويشهد بها المجتمع الدولي وذلك للمكان العظيم للمملكة السعودية في المجتمع الدولي على جميع المشتويات وأيضا في جميع المجالات ما المطلوب من بعثة فلسطين السفير أشار إلى الجهد التي سيقومون بها لاحقا ما المطلوب من البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة من السفراء العرب أيضا في المجمل لاستثمار هذا الأتراف نعم هو الاستمرار والتحدث دائما بلغة المصالح أن الدول العربية تملك مصالح عظيمة تملك إمكانات وقدرات التحدث بصوت واحد وأيضا يطلب من أبناء الدولة الفلسطينية دائما توحيد الصوت الفلسطيني لأنه سوف يكون أيضا أكثر قوة أمام المجتمع الدولي وليطمئن أبناء الدولة الفلسطينية بأن الدعم الذي يطلبونه موجود والدعم السياسي موجود والدعم المالي موجود فقط التحدث بصوت الدولة الفلسطينية وبشكل مباشر وبشكل قوي وأيضا من خلفهم الرأي العام العربي دائما مثل هذه الحقوق ودائما هناك أيضا مبادرة السلامة العربية موجودة جامعة الدول العربية موجودة ومجلس التعاون أيضا لدول الخليج العربية أيضا موجودة وبالتالي ما عليهم إلا الذهاب بعيدا في المطالبة بحقوقهم وإن شاء الله سوف تجد هذه الحقوق مكانها ومكانها الطبيعي في الاعترافات الدولية ماذا عن موقف الولايات المتحدة دكتور؟ يبدو المدوب الفلسطيني متفائل بأن تغير الولايات المتحدة من موقفها لكن في ردة الفعلة الأمريكية المباشرة أن الاعتراف من خلال الفوضات الثنائية السلمية بين الجانبين يقصدون السلطة الفلسطينية وإسرائيل ألا تدرك الولايات المتحدة أن إسرائيل لا تريد لا سلطة فلسطينية لا دولة فلسطينية لا حكم مستقل فلسطيني ولا وجود كيان أساسا فلسطيني هناك نعم هو تدرك الولايات المتحدة ذلك ولذلك لا نعول على الاعتراف الأمريكي لأنه على المدى المنظور لن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الفلسطينية لأن ذلك الاعتراف يعني إقامة دولة فلسطينية على حدود كاملة وسيادة كاملة وهذا يتناقض مع التطلعات الإسرائيلية والرغبات الإسرائيلية بالتوسع وبممارسة مزيد من العدوان ولا تريد أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية دولة فلسطينية لأنها سوف تملك بعد ذلك سلاحاً وزارة الدفاع وزارة الداخلية وغيرها من وزارات وهذا سوف يجعل أي عدوان بعد ذلك على أي طرف فلسطيني عدواناً دولياً يلزم مجلس الأمن بالتدخل ضد الدولة الإسرائيلية وبالتالي لا نتوقع مثل هذا الاعتراف من الولايات المتحدة على أقل تقدير على المدى المنظور لكن هذا عدم الاعتراف الأمريكي لا يعني أن يصيبنا الخيبة أو يصيبنا الملل من المطالبة والاستمرار في المطالبة لأنه قدر ما نستطيع نذهب لتجارة الاعتراف الدولة الفلسطينية لأن ذلك سوف يرهق الولايات المتحدة الأمريكية نفسياً وأيضاً يزعج الإدارات الأمريكية القادمة بأنها لا تذهب عن قلون الدولة ويعزيلها على أقل تقدير أخلاقياً أو قانونياً عن المجتمع الدولي الآخر وبعد ذلك الرأي العام الأمريكي سوف يكون ضاغطاً بالاتجاهات الإيجابية لصالح دولة فلسطينية ولذلك نحن ومع هذا الحديث يجب أن تستمر علاقات مع المتحدة الأمريكية على أعلى مستوى والتواصل معها يكون دائم والتنسيق معها دائم لأنها تظل دولة كبيرة في المجتمع الدولي ودولة أيضاً لديها الأراء الكثيرة داخل الدولة الأمريكية وبالتالي عدم الإنعزال عنها هو المطلوب والتواصل معها هو الأصل والأساس أنا أشكرك عضو مجلس الشورى دكتور برايم الحاس شكراً جزيلاً لك وشكراً لحضورك شكراً لك هاجم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الدول التي اعترفت بفلسطين قائلاً إن القرار لا يعزز السلام بل يديم الحرب ما هو الفئر التنسيق معها؟ إذا كنت لا يعززنا أي شيء في المتحدث إننا سنة أريد تنسيق gi Turtleة التنسيق عشر ليس الوطف الحدود بالأسفر وعقب الآتراف الآربية الثلاثية لفلسطين أعلن البرلمان الدنماركي عن تصويرها وعقب تصويته الثلاثاء المقبل على قرار يعترف بالدولة الفلسطينية قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لتحالف الأحمر والأخضر المعارض أنه ستتاح للأحزاب الحكومية فرصة التصويت الأسبوع المقبل مطالباً في الوقت ذاته الحكومة على تغيير موقفها والسير على خطة النروج والدول الأوروبية الأخرى ومع اعتراف ثلاث دول أوروبية بفلسطين كشفت فرنسا عن موقفها الذي يكتنفه الغموض وقال وزير خارجيتها أن باريس لا ترى الوقت مناسباً للأعتراف بفلسطين لكنها تريد المساهمة بحل إقليمي أنا لا أؤيد تحويل الاعتراف إلى لعوبة في يد القوى السياسية لكنه قد يساهم في التوصل إلى حل دبلوماسي إقليمي لقد قالت فرنسا دائماً أنها تريد أن يساهم الاعتراف إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومن المهم ما سيحدث بعد ذلك إذن نصلاع عالمية للأعتراف الأوروبي الثلاثي بفلسطين ودول أخرى تقترب من الأعتراف بها النرويج جعلنتها الجهود السعودية حشدة الدعم الأوروبي والمملكة تجدد المطالبة بمسار موثوق للسلام لا رجعت فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة